بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي مشاهدي قناة نادي الاهلي في كل مكان اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الاهلي زي ما حضراتكم عارفين النهاردة ذهاب دور التمانية ان شاء الله في دوري ابطال افريقيا نادي الاهلي يلاقي نادي سانداونز في واحدة من المباريات الهامة جدا للنادي الاهلي والجمهور الحقيقة الكل ينتظر هذه المباراة على احر من الجمر مباراة صعبة مباراة مهمة قبل بس ما ابدأ اتكلم مع حضراتكم عن المباراة والجرافيك والصحافة ونبتدي فقراتنا عايز اقول لحضراتكم ان نهمنا كلنا كاهلاوية لهمنا نحن نعدي هذا الدور ونصل الى دور النصف النهائي او دور القبل النهائي في هذه البطولة الهمة جدا بالنسبة لجمهور النادي الاهلي انا مش فارق معايا النهاردة ان انا اكسب 4 5 6 اي حاجة طبعا لو كسبت ياريت كلنا ننتظر او كلنا عايزين ان النادي الاهلي يكسب باكبر عدد من الاهداف ولكن انا بالنسبة لي واعتقد ان هو بالنسبة لكثير من مشجعي النادي الاهلي يهمنا اكتر ان احنا ان شاء الله نعدي هذا الدور ونصل الى الدور النصف النهائي او دور قبل النهائي في هذه البطولة الغائبة عن النادي الاهلي بقالها فترة الحقيقة وبالتالي كلنا امل كلنا تفاؤل كلنا مستنيين ماذا سيفعل ريني فيلر فيلر قد يكون استبعد بعض اللاعبين بناء على وجهة نظر فنية وخدوا بالحضراتكم من هذا الكلام بناء على وجهة نظر فنية تم بيتم في الغالب خلال هذه الفترة او دائما داخل النادي الاهلي انا كمدير فني بختار العشرين او الاتنين وعشرين اللي بيناسبوا الخطة اللي انا حلعب بها في هذه المباراة من وجهة نظر ريني فيلر النهاردة كهرباء كان خارج القائمة الرئيسية لهذه المباراة وبالتالي كلنا في ظهر فريقنا كلنا حنوقف النهاردة 30 ألف مشجع انا متأكد ان هما هيكونوا منذ بداية اللقاء وحتى نهاية اللقاء سند وظهر دائم للنادي الاهلي ولفريقه عشان كده بقول لحضراتكم مش عايزين نفكر في اي شيء عايزين نفكر فقط في هذه المباراة من حق المدير الفني يختار اللاعبين اللي هو شايفهم يقدروا ينفزوا الكلام اللي هو عايزه من الناحية الفنية داخل الملعب حيلعب ازاي النهاردة ريني فيلر دايما بيوفاجئنا ريني فيلر ببعض الأمور الجيدة الحقيقة خلال الفترة الأخيرة فنتمنى ان شاء الله ان تكونوا هناك مفاجآت جيدة في التشكيل الرسمي او التشكيل احتياطي اللاعبين النهاردة واللي هنقوله لحضراتكم بعد قليل في الواتح